بس اللي أصده فيه نقطة في الحب بتاع السينما اللي هو نيجي نقول مثلاً من بدايتها طب هو ليه ما دورش على حد شبهه أنا أصده أنا حاولت أقول في الواقع دور على حد شبهك ما تاخدش السينما مرجع للعلاقات أيوة عشان إحنا في الآخر بنقول دي سينما دي أفلام ده كلام أفلام ده كلام أفلام دي أفلام بزيزة حاجة بتسلينا لكن إحنا فعلاً القصة المميلة اللي قلتها لحضراتك اتنين شبه بعض حبوا بعض وخلفوا عشوف تبات ونبات لو قلت دي قصة بيت فهو بيت ناجح جداً قصة فيلم وفيلمه ملي جداً فيمكنك أم السعد بتقول له يا ابني ده السينما دحكت علينا يا ابني أنا روحت أحب ابن الباشا لقيت نفسي هتاخد في الرجلي فأقصد اللي هو دي الحياة اللي حقيقية وهي السرعات اللي بتدري الحياة طعم وهي اللي بتحسسك بالنجاح وبالفشل وهي اللي بتحسسك بالانتصار وبالهزيمة وهي دي اللي بتحسسك بالحلو وما انت لو ما شفتش الوحش مش هتقدر الحلو بالظبط كده صح؟ يعني قصة مؤثرة جداً ورواية مؤثرة دي خامس قصة ليك بالظبط قصصك اللي قبل كده كانت فيها برضو التأثر ده ولا كانت شكلها ايه رواية الاجتماعية اللي كتبت قبل كده ويمكن بدأها يعني هي عارفة الله بحبك دي الرواية الوحيدة اللي مش مستوحة من الواقع رواية خيالية شوائية بعدها بقى احبابته لاجئة كنت وقتها بنائش كان في 2014 ببدأ اللي هو دخول السوريين مصر وإزاي المطاعم السورية انتشرت فجات من قصة إنسانية انها بطل مصري حاب بنت سورية فشاف ايه المختلف بتعمله في بلدها فجات عملته هنا فبدأت المطاعم السورية وهذه القصة حقيقة ايه طبعاً والشاورما اقتحة مثل اكربات اقتحة مثل شاورما حياتنا تيجي مثلا بعدها رواية بطلة كل حكاياتي ايه انه فكرة إن معظم الشباب بيشتغلوا خدمة عمله فبتلاقي عندهم كواليس في حياتهم كبيرة جدا هو بيته فيه مثلا مشاكل بس لازم يضحك قدام العمل طبعاً ان يجي بعدها غير قابل للكتمان سر الترند ويمكن ده من الحاجة اللي أنا بحباب برنامج حضرتك ان الاستضافات دايماً الكتاب والناس الناس تستفد منهم او على الاقل مش هتضر دايماً أقول سليني بس ما هتضرنيش الحمد لله هنلاقي فيه برامج تانية ودي رسالة القناة الأولى دايماً ورسالة التلفزيون المصري طبعاً والإعلام المصري بشكل عام أنا بقى جبت السر بتاع الترند في الرواية دي او حاولت أوصل تقولهولي بقى بعد الحلقة السر بتاع الترند ده مهم جداً تقولهولي